اشتركوا في القناة تكون بداية لطي الخلافات وتوطرات بين الجارين المغاربيين جاء ذلك من خلال تصريحات العهل المغربية في خطاب العرش الثاني والعشرين وقال فيها اننا نجدد الدعوى الصادقة لاشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من اجل بناء علاقات تنائية اساسها الثقة والحوار وحسن الجوار ذلك لان الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبين وغير مقبول من طرف العديد من الدول وفي ذات السياقة شادت الصحافة التونسية بدعوة الملك محمد السادس حيث اكدت ان الكرة الان في ملعب الجزائر وذلك بسبب الدعوة الرسمية من طرف العهل المغربية الذي دعا الى فتح الحدود مرة اخرى بينما كتبت تجاردة اليوم السابع المصرية الجزائر الان امام موقف محرج هي اما القبول بفتح الحدود او اعتبار الجزائر على انها البلد الذي يعرقل التعاون المغاربية ويذكر ان العلاقات بين البلدين شهدت مؤخرا توطرا بعد تقديم ممثل المغرب الدائم لدى الامم المتحدة عمر هلالا ورقة الى اعضاء حركة عدم الانحياز يدعوهم لمعالجة ما وصفه بتصفية الاستعمار في منطقة القبائل في الجزائر التي وصفها بانها خاضعة للاستعمار الجزائرية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء